أخلت النيابة العامة اليوم سبيل النائب السابق مبارك دويلا المتهم بالإساءة إلى دولة الإمارات وتعرض الكويت إلى قطع العلاقات الرسمية وذلك على خلفية لقائه في قناة المجلس وحدثه عن ولي عهد أبو ضبي وذلك بكفالة بلغت خمسة ألاف دينار بعد التحقيق معه وإنكاره للاتهام وتأكيده أنه يكن الاحترام للإمارات وقد أنكر لدويلا الاتهام قائلا أنه لم يتعرض لشخص السمو الشيخ محمد بن زايد وأنه كان يناقش فكرا سياسيا ولم يهاجم الإمارات أو رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية وبالتالي لا توجد هناك جريمة لما قاله ردا على سؤاله الموجه من قناة تملكها الدولة وكانت الخارجية قد تقدمت ببلاغها بعد احتجاج رسمي من سفارة الإمارات لدى الكويت بعد لقاء قناة المجلس مع لدويلا